مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب.com لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العنوين الجامعة الملكية المغربية لكولة القدمة تعلن عن موعد الحسم في مستقبل مدرب المنتخب المغربي مستقبل مدرب المنتخب المغربي يكلفه الغموضة فبعد أن اجتمع المكتب المديري للجامعة يوم أمس دون الإفساح من قبل على جدول الأعمال كشفت مصادرنا الخاصة أن جل الأعداء المكتب الجامعي من خلاله قد ذهبوا مذهب إقالة خيلوزيتشا وتعويضه بالإطار المحلي وريد الرقراجي وحسب المعطيات التي توصلت بها مصادرنا الخاصة فالسير في التأخر الإعلان عن خليفة الفوصوني يرجع إلى مفاوضة الإفصال العسيرة والإسرار القبلي للرقراجي على إجمام موسمه رفقة الودادة وقال محمد بطريقة يجب اتخاذ القار سواء بقي وحيد خيلوزيتش أو الإنفصال عنه بينما ارتصم سعيد الناصري لكل بداية نهاية وعلن القيام بحفل تكريمي لخليلوزيتشا في حين قال بالقشور رئيس نهد الزمامر السابق ورئيس العصبة الاحترافية الشعب لا يريد خيلوزيتش وأنا مع الشعب ومن المرجح أن يتم الإعلان رسميا عن إقالة الفوصوني خيلوزيتشا خلال الأسبوع المقبل فيما يبقى اسمه درق راقي المرشح فوق العادة لتولي مهمة الإشراف على المنتخب الوطني المغربي شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله